موسيقى السلام عليكم تخيل معي تكون في دارك ووصلتي لهذه الدار مع واحد الإنسان كنتي كتبغيها وتقاسمتي مع الحلوة والمرة وكالحلم ديلكم أنكم تزوجوا وكنت غالس في دارك ما عليك ما بيك مرتك مصافر عن دارهم وانت فرحان اللي خليتي مرتك تمشي عن دارهم تشوفهم وتقلس معهم حتى يدق عليك الفاكتور وتيقول لك هاد البريا راه لك ومن اللي كتقلب عليك البريا كتلقى هاد اول طلاق السلام عليكم أنا غنحكي لكم قصتي كاملة من الأول وكيف استرالية مع إيلهام هاد البنان هادا كامل أنا وإيلهام كانت تعرفوا من اللي كانت عندي أنا 17 عام وكانت عنده هي 15 عام أنا كانت تكبر منه غير بعامين تعرفنا أنوياها من الإعدادي يعني بلما نحسبو ذلك السنوات الأولى ديال كناك اللي أبو قشقاش وغمالها وذلك شي كنا بقين مراهقين وصغار وما كانت شعدنا أي فكرة أن أنا أنويا غنمشي وبعيد يعني شو نقول لكم سبقتها أنا اللي سي وطلعت أنا للسيزيام وهي وصلت للسانكيام أنا كنت ديجة عن ديكالاجي العام في القراية معاود التاسعة معاودة عام سيدي من اللي وصلت للسيزيام ووصلت للساكيام ثم صافي بدينا كنكبروش شوية يعني أنا كبرت وليت بالغ وراشيد ووليتا عندي تقريبا 18-18 عام وكبرت أي شي شوية ثم صافيت وضطات العلاقات بيناتنا بحكم أننا كنا بعاد على ديورنا ولينا تنطلقها ولمقرناش مثلا من جوجة الربعة نمشيونا نخرجوه كانت حدنا واحد الوسعى كيدروا فيها دراري كورا كينفاء واحدة ربيع تنقلسوه كنفرشو الكتوبة دينا للأسف كتوبة فاش نخشيو فيهم وجهنا ونستفدوه نقرأ وكنا كنفرشوه ونقلسو عليهم وتنقلسوه وزائد على هذا الفونتاج اللي كان مخدام لنا بجوجة أنها ما عندهاش خوتة دراري اللي غيجي وتبعونا ودلونا مشاكير وذك شي وكبر الحب مع بعضياتنا وكبر الواحد درجة كبيرة وخا كان مراهقة ولكن قتابعنا هذك الحب ولينا يعني فيما تشوف فلان كتلقى مائلهم فيما تشوف فلان تلقى مائلهم فينا وما فلان هوا فينا وما ذاك الكوبل أحسن كوبل داز في ذاك الوقت في ذاك الإعدادية وذاك الليسي تبزوا وتموا وتتنوضوا أصباط وتمشي في حالة ومشينا في حالي ونعودوا نطلقها ونبغوا مائم كنا واحد الكوبل كان خطير خطير جدا سيدي من اللي وصلتنا للباك يعني يا كانت قرية صارحة كانت زيدة ليشوي في القرية وخا كانت قلص ما هي ولكين كتراجع ومتضيها في قريةها ووصلتنا للباك ووصلت إلى السيزيان طلعت نجحات بنقطة ممتازة وجاء الباك جاءوا الانتحانات وذك شيء ما جايبش الله في الباك العام الليول سقطت وصلت عليها وصلت عليها لباك وصلت عليها لباك بخينك نبغوا بعضياتنا والحب والغارة وتركزوا ولينا تراجعوا بجوج من اللي جاءوا الانتحانات وجاءوا ذك شيء ولينا تراجعوا بجوج نمشوا الغابة نقلصوا بجوج نجبدو ذك شيء نقرأ ونحفظوه ونراجعوه لدرجة أنه تمها عرفتها معي وباها تمها عرفها معي وعيامه تقاتل بباها بشي فارقنا ولكن قلت عليها معنا الدراسة وتنقرأوا مع بعضياتنا وذك شيء جاءوا الانتحانات نجحت والعجل سقطت اللي هو انا سقطت ومشت دروة فرنسيز درتك أداب فرنسية الليتغاتور فرنسيز فلافاك وبقيت انا في الباك عاد نجحت انا ولكن بقينا مع بعضياتنا ونجحت في الباك حتى معاوده عامين وقالي غير عام ونزيد عام اخرى اللي يعاون مع الباب مشكلة هاتي وبقيت تعاونني حتى نجحت ان شاء الله في الباك وكانت زادت في القراية ديالها غير واملين هي وصلت للافاك ووصلت انا تبعت للافاك وخاكين بيناتنا ديكاله جديد العام ولينا تنخرجه بزاف مبتناش كتدوه في القراية مقاتش هي كتتمشي القراية ولينا نخص نخرجه وانا مقاش هندي الراس دي القراية قلت نموت نخدم بهذاك الباك اللي هندي نحن ندبر على شي خدمة سهل سيدا ربي وخدمت واحدة خديمة فرحنا بزاف ايا من نسبة لها فرحنا هذه الخدمة يقولي انا نخرجه ومشيه القهوة يقولي ادنا الفلوس نديره العباس ذو كل احلام البتدائية ذو كل احلام الاولى ايوا سيدي باش خدمت بديت بواحد صالير فرحان بهذاك الصالير 48 الف ريال في ذاك العائد اللي كنت في انا لا بس بخير ايوا سيدي اشان قل لكم ايوا صافي مني سمعتني انا خدمت ايا قلصة في دارهم ابوها تفاجأ اموها تفاجأت كما السيدة قراية ومع مرأة عودة شي عام وقلصة الارض قلت لهم صافره فلان غادي تجوج بي انا مقع عندي منذير بالقراية وورا اخدام وبرزقه ومخصوته شي خير من الثانية كريت واحد دويرة بديت تنفرج فيها وتنقذ في الأمور وقلت لها واحد الموت دون تجوجه وقلت لها واحد الموت دون تجوجه وقلت لك حبيبة واحد العرس لا تنسى يدوز في التلفازة ايوا سيدي بقيت انا غادي في هذه الخدمة ما اعجبت نشى هذه الخدمة والصالحة سهل سيدي اربف واحد الخدمة اخرى الصالحة دوبل وفرحت بزاف فرحت ايه بزاف ما اخذت هذه الخدمة ما اترسمت فريقاتي طلبت كريتي اخذت كريتي دي الخبسة دي المليون باش انا ننضير العرس او قدرت لعبك العرس واحد العرس كبير 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 بزاف بزاف او شو نقول لكم يعني تزوجنا بدين الحياة تزوجيه دي انا انا و الهام في حب و غرام وعجبنا الحال والحلم دي انا تحقق وبقينا مع بعدياتنا توصل الى الحلم تاكل شي دازم مزيان دوزنا العمد الول دي انا وياها ما تنحكرش على بزاف السيدة ما كتارف لطيب لتجمع لأواله تان تعاونوا اجمعي من هنا قد من هنا ونحكر عليها مواله قلت لها برخصنا شي ولياد وطمرة الحب دي انا وعادي تزولي الا بلاتي بلاتي على الولاد ونحن يلا تزوجنا وعادي وبلاتي تان نتعلم بعدها ننطيب ونصايب ونقاد وكذا قلت لها مرحبا ما كانت شي مشكل واحد نار كانت اياه في الحمام وبلية الماريو دي انا مربجج وانا ما عنديش مع الترباج اجمعات الماريو ديالي وماريو ديالي يلقيتهم مرون البيجامات مخلطين مع السوتيامات السراوين مخلطين مع التقاصر بكشي مربجج نطيب قلت قلت اجيرا اموان بعدها نعزل لها غير حويج وانا تنقلب لها في الماريو ديالي وانا لقى واحد دوا انا ما زال معرفت اذا كدوا اشنا هو مشيت انقلب قلبت هنا اياه قلبت هنا اياه قلبت الانترنت شوية ديال اشاد دوا لقيته ديال مناء الحمل جاتي ايام الحمام قلتني ان اجمع الحويج قلت لي اشكدير وش دفنته قلت اجمع لي حويج وش دكت قلبية في حويج وش دكت هذا وقلت له ادير اشاد دوا قلت لي اذا ادرعت الدوا تنصربوا بغيت انغلطش شوية وانا شو كي ضعيفة صراحة ان قلت هي ضعيفة قلت له ما بلق غمان الحمل ما خليتي دواية اخرين ما خليتي دواية كيف تحشي اياه ما بلق غديل منع الحمل وولك يغلب وانت ما غتفهم شفيتش وانا افتاد بقية كنت شرب دواية دواية المال الحمل وانت حاضعة وانت خليلها وانت تنقره بزاف وانت تصعده بزاف اياك ما بغيتين اولد منك ما بغيتين اش ندر الولدات وقلت لي انا خايفة عليك اذا اتغلط له هذه الهاتي اصحفي او لا اشد لي انقطع لك وانت في المنطقة تنقره بعد المرة ما تصيب لي تنجيم الخدمة ما تصيب لي مناكل تقول لي صعب ورا عندك يديك يعني ما بقى الاحترام لأولودك الحب الاول يمشى صافي بحل السيدات زوجات وزوجة زواج بشكل ايه وصيها ديك الساعة قلت لي صافي عفتيش ادير خليني امشي ارتاح شجو السيمانات عند الوالدة ديالي وبتنها بطل مراكش ارتاح مع الوالدة ديالي اللي ارحملك الوالدين بعد مني صافي مشت في حالة شجو السيمانات بعد السيمانات الولاد ووزتها غير هنا عند اختها كان هدرا نويا قلت لي انرعين عند اختها هنا غير حتي بطل عند الوالدة صافر السيمانات الثانية عادا نبطو انوياها قلت له اواخها ما اللي بغيتي انا شدت تكون جي حت برسطاتني بذوك الفعيل ديالها وذوك المشاكل ديالها برسطاتني بيوم خديت تكون جي من الخدمة رياحة معراسي وانا قالس شنقول لكم واحد نارتنا نسمع الصونيت على الصباح في قنمة شيت سعود انا صابح ناس حتى اكتبوا بفتي نسمع الصونيت جيد جيد نعمق جيد جيد تحضر المحكمة جيد 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 لقد وجدت الصباح ومفوض القضاء الذي يوجد عني. ذلك هو مفوض قضائي الذي يوجد عني. هذا لقد وجدت مفوض قضائي وهذا يوجد مفوض قضائي. سأشترر برقائي وهذه الملفات. ستضع اطلاق ثلاثة. كانت تحضر الجلسة نهر الفلان فلاني اوّا! كيف نجلسة في نهر الفلان فلاني؟ و سنت تخرب قاعدة عيط ليها الهاتف واحد فيها ما بغتش تجاوبني ايجا هو الونا كنعيت حتى تطوليها ويتجاوبني امه ماذا اقول عني؟ انتظار الأخير ابنتي تفارق عليه ، الله يعجزكم بخير صافي .. أنا حدوستهم تلاقيتواتها تفارقوات و الله يجازكم بخير لا اصداع و مشاكل قال لها قلت لها دية لا أريد منك لا أريد تفرق معك لا أريد أن تقوم بالصيدة إلى الدار ولا تعرفت كيف تأتي معك قلت لهم لك ما السيدة تلقب وقلت عن لها قال لك البنت أحاملها أرحم لك الوالدين في الأمور وقال بقيت بالبصدر أن أقول لها لها المصيبة لماذا قال السيدة ماذا قالت بعد الزواج لماذا قالت فقلت السيدة الأزيت موانين الضار الأزيت الوالد والوالدة ومشينا تنزري والمراكش تنقلبوا عليها السلام عليكم وعليكم السلام رجعي لدارنا للشيطان قتلك والو ريح تكمل شماش ريح تكمل شماش ونعرف كيفين انت وصاف الله يرحم لك قدام الوالد والوالدة قلت له انا مزوج فيك لما رجعي الله يرحم لك الوالدين نضعرك هادي وانا شغع لشان فرتكوها تشغل على نطي درتي دوسي دي لطلاق واش انا عمري ضربتك واش انا عمري سبيتك واش انا عمري قاديتيني واش اول الناس ما بغيتش نكمل معك واش تبزز عليها وينوض الوالد واش عال معي بواحد صرفيق قال يا زيد قدامي لماذا تضلوا الراخر زيد قدامي اياك تقولك ما بيت ترجع معك وانتك تزوج فيها قال يا زيد قدامي صافي خرجنا قال يا الله حرام عليك السيدة هاتي صافي ما بغيتك واش اجيتي عند تل هنا وكترغب فيها وكتزوج فيها وكتتعفر عليك جمع قلعك ويا الله في حالتك زيد قدامي صافي ايه ارجعت في حالتي انا والوالد اطلقت هذه الضالة التي تسكن فيها بعت هذه الاتات كامل اللي شريت بعت والدي كامل ورجعت سكنت مع والد والوالدة ما بغيت لا زواج لا سيدي بوزكري وكانت تصنى هذه الجلسة تاجات جاءت الجلسة كيسبوني القاضي وانا راسي مرفوع تقولي واش انت شنو كتقول في القاضي ايه لما تسيدة بغيت تطلق الله يعاونه ايه تمشي ديت الوالد ترغب فيها وانتزوج ما ضربتها ما اديتها ما ايه قدامكم تمسخني نعضت نهر اثنين باخير ثلاث قد اطلقوا لا يعاونها وتقدم شغالها ايه واسيادي شو نقولكم ايه وبقت معها في ذاك الدعوة سيروب التي تصالحوا ما كيلا صلح الوالو والديها يعني امها تصرفت خيب مع الوالدين ديالي ما كيلا صلح لسيدي زكري وفرتكنا الشغل وطلقنا وطلقنا هذا اطلاق عند العدول صعب يكون لاخد الوثيقة دياله ومشينا في حالتنا ما كتشوفش في ليه في جيتين نهائيا وتقول واش تقول انا والقباط ديال رواح ديالها وانا الحد الآن اليومين هذا ما فهمتش اذا لاش تصرفت معي بحلاقة واش عنداش مرض نفسي وجه الجواج مختلف على العلاقة ما بقي تفهمتش حاجة لي واحد فيكم اسمعت القصة هدي من طرف ديالي انا يا وقع لي بحالي اشرح لي اشتركوا في القناة وانا اشتركوا في القناة وانا اشتركوا في القناة حب سنوات من 24 ساعة بالله واعلم شكرا لكم بزاف على الاستماع